نتنياهو يلعب على وثر التنقضات الأمريكية يلتقي بايدن اليوم في البيت الأبيض ويبحث خطط اليوم التالي والرئيس الأمريكي يستعد للقاء بعدما أزح عنه ثقل الضغوط والحسابات الانتخابية من استمع لخطاب نتنياهو في الكونغرس بالأمس يفهم شيئا واحدا نتنياهو يريد الحرب وزيارته هذا إلى واشنطن تأتي لتعويمه سياسيا ودعمه عسكريا في لعبة التسويف والتصعيد التي يلعبها في هذه الأشواء الشرق الأوسط يخطف أنفاسه ويترقب نتائج زيارة نتنياهو إلى واشنطن ومحطة اليوم المفصلية مع الرئيس بايدن الذي خصص فترته المتبقية من الرئاسة للتفرخ كما قال للشرق الأوسط بعدما أزح عنه عبء الانتخابات ونتنياهو يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس حيث قالت مصادر أمريكية أن بايدن سيسعى لمعالجة بعض الثغرات المتبقية قبل توصل الاتفاق تهدئة في غزة طبعا اللقاء يكتسب زخما مع ما كشف أمريكيا بشأن التهدئة والإفراج عن المحتجزين وهو أن التفاوض أصبح في المراحل الأخيرة حتى أن دونالد ترامب والذي يراهي نتنياهو على عودته للرئاسة استبق اللقاء المرتقب بينهما بدعوة إسرائيل إلى إنهاء الحرب في غزة سريعا واستعادة المحتجزين لدى حماس دعونا نتابع هذه الصور التي وصلت منذ لحظات لوصول بن يامين نتنياهو إلى البيت الأبيض بانتظار اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وكما ذكرنا هذا اللقاء محوري وخاصة بالنسبة لملفات الشرق الأوسط بالنسبة لحرب غزة اليوم التالي لغزة أيضا بعد الحرب إضافة لما ستحمله هذه الزيارة بالنسبة للجبهة الشمالية مع لبنان تحديدا مع حزب الله إن كانت نتنياهو لربما يربط الجبهتين كما يفعل حزب الله أمس يكون هناك حسابات مختلفة بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أما بالنسبة لما حصل بالأمس وباستثناء من كانوا يصفقون بالأمس بحرارة وبمشهدية غريبة لنتنياهو كل الشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي الأمريكي توحدت حول ضرورة وقف الحرب في غزة ومستقبل القطاع إلا أن نتنياهو طرح أمام الكونغرس رؤيته لربما لليوم التالي بالحديث عن سيطرة أمريكا على القطاع بحكم الضرورة ثم قال غزة ما بعد الحرب يجب أن يقودها فلسطينيون لا يسعون لتدمير إسرائيل اليوم بعد هزيمة حماس ستكون هناك غزة جديدة ورؤية لذلك اليوم هو أن تكون منزوعة السلاح ولا تكون متشددة إسرائيل لا تريد أن تعود إلى غزة ولكن في المستقبل المنظور ينبغي أن نسيطر هناك أمنيا بعد انتصارنا وبمساعدة الدول الشركاء في المنطقة فأن نزع التشدد ونزع السلاح في غزة يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى الرفاهية والسلام والازدهار نتنياهو الذي وصفته هاراتس بأنه يفوز بالخطابات ويخسر في الحروب تجاهل تماما ما يهم الإسرائيليين وهو موضوع أو قضية المحتجزين وللمفارقة أنه خلال الخطاب تم انتشال جثة إحدى المحتجزات في القطاع لتسلط الضوء على الوعود الفارغة التي أطلقها خلال الخطاب فظهر اليوم ليجدد تأكيد أن إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المحتجزين لدى حماس الأحياء والأموات على أي حال يبقى هناك بصيص أمل مع مساعي الحل والمبادرات المطروحة دولة الإمارات أكدت الحاجة لحل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشي بأوضحت أن ترسيخ الأمن والاستقرار ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية وبقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصدقية واستقلالية وفي هذا السياق أكدت الهاشيم ضرورة أن تقوم إسرائيل بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية إذ لا يمكن إعادة بناء غزة إذا استمرت تحت الحصار وإذا لم يسمح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في القطاع وشددت الوزيرة الإماراتية على أهمية قيام الولايات المتحدة بدور محوري وفاعل في هذه المساعي سواء في مرحلة تعافي غزة أو في الجهود المبدولة لإحياء آفاق السلام صحف أمريكية تناولت الرؤى المتعلقة باليوم التالي في غزة وصحيفة Wall Street Journal طرحت اسم القياد الفلسطيني محمد دحلان ودوره في مرحلة ما بعد الحرب بينما دحلان أوضح أنه أعلن مرارا رفضه لقبول أو أداء أي دور أمني أو حكومي أو تنفيذي وقال القياد الفلسطيني أن وقف الحرب في غزة يعد الأولوية القصوى موضحا أنه لن يتم دعم أي خيار إلا ضمن تفاهمات وطنية فلسطينية تقود إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر عملية ديمقراطية شفافة ودعا دحلان إلى توفير خطة عمل دولية موثقة ومجدولة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس دعونا نذهب إلى واشنطن مع مرسلنا مجد يازجي لنطلع طبعا على الأجواء المحيطة بزيارة بن يامين نتانياهو الذي وصل في هذه الأثناء إلى البيت الأبيض للقاء جو بايدن ضمن زيارته وعلم أن نتانياهو لم يتلقى دعوة رسمية من الرئيس جو بايدن خلال ولايته مجدي والأغرب من ذلك ميشيل لأنها الزيارة الأولى لنطنياهو إلى هذه الإدارة الأمريكية وإلى هذا البيت الأبيض تحت قيادة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وتأتي بعد أن أعلن بايدن أنه لن يستمر في السباق وبالتالي كل الملابسات وكل ما يحيط في هذه الزيارة هو غريب وأيضا علينا أن نتابع الآن بما أنه وصل نتانياهو إلى البيت الأبيض كم ستستمر هذه الزيارة وكم سيستمر من الضقائق والزمن هذا اللقاء ميشيل هل سيطول وإن طال هذا يعني أن الحديث أصبح ذو شؤون وشجون وبالتالي تم التطرق للملفات العديدة التي سربتها لنا الصحافة هنا في الداخل الأمريكي سواء كان ما يتعلق بردى الحوثيين التعامل مع إيران المزيد من تضفق السلاح الأمريكي الإسرائيلي أم أنها ستضيق من المدة الزمنية وتكون محدودة جدا وعندها هذا مؤشر على أن المواضيع الشائكة والكبيرة قد لا يكون تم التوصل فيها إلى حلول أو على الأقل إلى اتفاقيات مبدئية طبعا نذكر هنا مجدي بأن كمال هاريس لربما بحسب أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأنه حارصت على أن تحافظ على نوع من الاستقلالية بموقفها واللقاء نتانياه بشكل منفصل أيضا خلال هذه الزيارة هذه نقطة ولكن قبل قليل وقبل هذه الزيارة لأنه من المفترض الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي لواشنطن لقاء بايدن نتانياهو الرابع والنصف تقريبا إن لم أكن مختلئا أيضا بالتوقيت المحلي لقاء نتانياهو مع كاملا هاريس وقبل هذا بساعات استبقت هذا اللقاء كاملا هاريس ببيان بيان فيه موقف واضح جدا من الطريقة التي ستتعامل فيها هي مع حرب غزة من الطريقة أيضا ستتعامل فيها مع الاحتجاجات في الداخل الأمريكي عندما رسمت خط وقالت لا أقبل أبدا ومطلقا بأي مظاهرات أو مناصرين لحركة حماس يتبنون نفس الخطاب يتبنون نفس الشعارات أو يحاولوا أن يستجربوها إلى الداخل الأمريكي وبالتالي هذا موقف لم نكن نستمع مثل هذه المواقف مطلقا من هاريس وأيضا ميشيلا كانت محسوبة هي على التيار اليساري التقدمي الذين عادة تتقاطع بعض البيانات أو بعض المواقف لهم لبعض أيضا البيانات التي تظهر من مناصر حماس وبالتالي الآن هي تبتعد عن اليسار التقدمي وتقترب أكثر وأكثر من الوسط في اليسار ويبدو أنها تحاول أن تتماهى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل لا أريد التسرع أن ننتظر أكثر وأكثر ماذا سيصدر عنها بعد لقاءها بنتنياهو معروف أيضا ميشيلا خلافات الديمقراطيين على كل أشكال وألوان الطيف سواء كان اليسار اليسار الوسط أو اليسار التقدمي كلهم عندهم مشاكل مع نتنياهو باعتباره يمين ويمين متطرف وحكومة هذه متشددة ومتشددة للغاية وبالتالي هاريس يبدو أنها تشترح موقف تمايز فيه ما بين موقفها من إسرائيل ودعمها لأمن وأمان إسرائيل وموقفها من الرجل نفسه نتنياهو وحكومته حكومة اليمين المتطرفة والمتشددة طبعا سنبقى فيه متابعا كتب معك لتفاصيل هذه الزيارة أما الآن فأذهب أيضا إلى ضيفنا في واشنطن ضيف التاسعة البحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين أهلا بك معنا في التاسعة أطرح عليك هذا التساؤل أستاذ حسين أي جو بايدن يستقبل بن يمين نتنياهو الآن هل هو جو بايدن الصهيوني الذي أخذ نتنياهو بالأحضان بعد السابع من أكتوبر أم سيكون جو بايدن مختلف الرئيس الذي لم يعد لديه أي شيء يخسره بعد مقرر التنحي عن السباق الرئاسي وتحرر جو بايدن من قيود الضغوط إن كانت بالنسبة للوبيا الصهيوني وغيرها من الضغوط الأخرى مساء الخير جو بايدن اليوم هو جو بايدن البطل عرجاء وهو لا يكترث لما يعتقده الجمهور من أي من الطرفين لا من اليمين ولا من الإساء برأيي الشيء الوحيد الذي يهم بايدن في الأشهر الأخيرة من حكم هي الصورة التي سيتركها الأرث الذي سيتركه للتاريخ وهذا لا يتأثر كثيرا بالسياسات باعتقادي أنه أصلا حتى الحديث في واشنطن لم يعد يشير إلى جو بايدن وكأنه لاعب فهو إن شئت رئيس رمزي حاليا بمثابة ملك شكلي أو رئيس رمزي أو ما شئنا ولذلك أنا لا أعلق أي أهمية على شكل هذه الزيارة أو تصريحات التي ستصرع يعني لا قيمة لأي ضغوط سيفرضها على نتانياو لأنه البعض يقول أنه لماذا قد يستجب لهذه الضغوط بينما يستطيع الاستمرار بسياسته بالمماطلة والتسويف لحين أن تتضح صورة أو من سيكون سيد البيت الأبيض بعد أشهر قليلة هو لا يحتاج لممارسة ضغوط برأي أنه الموضوع الوحيد الذي يعتقد بايدن أنه سيكون يعني انتصارا لصورته التاريخية هو أن نجح في التوصل إلى اتفاقية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وربما وقف مؤقت لإطلاق النار إن توصل لذلك يمكن إضافة هذا إلى سلسلة منجزاته أثناء وجوده في الرئاسة ولكن لا أعتقد أن هناك يعني أي وهم أنه سينجح هو سيحاول إن نجح نجح إن لم ينجح لا أعتقد أنه سيمارس ضغوط لا على نتنياهو ولا على أي أطراف أخرى يعني في الساحة الدولية وهل تتوقع أنه نتنياهو جدي فيما يحكى عن إيجابية تتعلق بمستقبل هذه الصفقة لأنه من الأمس من يتابع خطابه يعني شبه نفسه بتشيرتشل وقال لهم أعطونا الأدوات لكي نستكمل المهمة التجييش ضد إيران وغيرها يعني كل ما فهمنا وستشعرنا به هو أنه نتنياهو يريد استمرار الحرب لا بالتوسيع حتى نطاق هذه الحرب طبعا لا تعارض بين الأمرين يعني حتى لو تم التوصل الاتفاقية مع حماس وتم الإفراج عما تبقى من الرهائن أعتقد الأحياء اليوم صار عددهم 72 فحتى لو تم الإفراج عن هؤلاء وتم وقف إطلاق النار 42 يوما بعد ذلك ستعود الحرب يعني حتى هي الاتفاقية أصلا الموجودة على الطاولة حاليا لا تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار ولا تؤدي لانسحاب الولايات المتحدة من غزة أو على الأقل من النقاط الأساسية في غزة يعني إن كان محور في لدلفي ومعبر رفح أو إن كانت خط الوسط نتزاريم الذي يربط الداخل للبحر يعني حتى لو يعني حتى لو هو سيرى بايدن طبعا الإفراج عن الرهائن هو سيكون بمثابة انتصار مدوي لنتنياهو في حل تم توصي إليه ولكن حتى لو حصل كل ذلك أنا لا أعتقد أنه يعني بعد شهر أو شهرين سيوقف الحرب ستعود إسرائيل في الغالب يعني كما أشار الأمس نتنياهو قال الانتصار الكامل باعتقادي أنه هذا ليس شعار نتنياهو واحد وإنما شعار معظم يعني المؤثرين في المشهد الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية ولربما إيقاف الحرب والتوجه شمالا يعني كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة ونتابع في الشريط الأصفر أنه نتنياهو بحسب هيئة البث الإسرائيلية يريد الحصول على ضوء أخضر من الرئيس جو بايدن كما يقولون للتحرك في لبنان إذا لم تنجح الاتصالات الدبلوماسية وهذا كان لربما سؤالي التالي لأنه كان في كتير تصريحات أنه إسرائيل ترفض ربط الجبهة جبهة خزة بالجبهة مع حزب الله على العكس ما يشاء يعني حزب الله وإلى أي مدى ممكن أن يتجاوب جو بايدن مع ما يفكر به نتنياهو طبعا الشكر يعني على مدى خمسين عام هذا يؤكد ما نشير إليه أنه الحديث هو شبه حديث وداعي لبايدن لا أعتقد أنه بايدن سيأمر نتنياهو بذهاب إلى حرب في الشمال أو عدم ذهاب أما فيما يخص بارتباط الحربين الشمال والجنوب في إسرائيل فمن ناحية لا يمكن لإسرائيل السماح لنصر الله بأن يكون له كلمة إن كانت الحرب ستتوقف أم لا في غزة يعني هذا يعني يريد أن تكون بتوقيت إسرائيلي طبعا لأنه معرضته يعني حسب ما فهمنا فهمنا من مبادرة هوكستين أنه معرضه هوكستين على حزب الله هو السلام في مقابل السلام في الجبهة الشمالية يعني قال أوقفوا الإسرائيليون يوقفوا النار أنتم توقفون إطلاق النار ولا علاقة لكم بغزة رفض حزب الله قال لا نحن يعني نربط الحرب هذا موضوع لا يمكن أن توافق عليه إسرائيل لأنه يربط حزب الله بأي موضوع إسرائيلي آخر يعني في يوم آخر ربما يكون هناك مشكلة بين إسرائيل والضفة الغربية والسلطان فلسطينية تدخل حزب الله فهذا موضوع سيادي إسرائيلي أعتقد أن إسرائيل تسعى إلى الفصل بينه ولكن أيضا علينا أن نتذكر أنه إسرائيل لا تحبذ خوض حرب على جبهتين يعني هي صحيحة أنه تريد مواجهة حزب الله ولكن في نفس الوقت هناك عدد كبير من الجيش والعتاد والعتيد والدبابات والطائرات تخوض الآن معركة في الجنوب وهناك عدد كبير من القوات الإسرائيلية أيضا التي تخوض معركة في الضفة الغربية في طول كرم وفي جنين وفي أماكن أخرى فلا تحتاج إسرائيل في الوقت الحالي إلى جبهة ثالثة باعتقاد أن إسرائيل ستتروى قبل أن تذهب إلى حرب في الشمال عليها أن تتأكد أنه انتهت أو كادت تنتهي حرب الجنوب ولكن أنا أسأل عن الضوء الأخضر نحن نعرف أن أمريكا حتى ساعة لم تعطي الضوء الأخضر وحديث لربما نتنياهو عن ضخ السلاح إن كان يترجمه البعض بأنه بسبب حاجته لما قد تحمله الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة للجبهة الشمالية لا شك أنه هو الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى سلاح أمريكي في حال خاض حرب شاملة مع حزب الله وهو أكثر من ذلك بحاجة إلى بطاريات دفاع جوي وما قرأناه أنه عدد الموجود للقبة الحديد لا يكفي للتصدي بحزب الله نوصا أنه ما تزال هناك عدد من هذه البطاريات في الجنوب لحماية الجنود لأن هذه البطاريات تلاحق الجنود للدفاع عنهم في حال تم استهدافهم بصواريخ من الجو فطالما الوضع هكذا يبدو أنه هناك تردد ولكن في مطلق الأحوال أنا ما سمعته أنه إسرائيل قالت للولايات المتحدة طيب إن أوقفتم أنتم حزب الله نحن نوقف لا يكون لدينا نية بالحرب ويعود السكان إلى الشمال حاولت الولايات المتحدة ذلك عن طريق فرنسا وعن طريق الوساطة التي قام بها هوكستين مع فرنسا وحاولت فرنسا مع إيران ولكن تبين أنه لا نتيجة فطالما أنه الولايات المتحدة غير قادرة على وقف حزب الله في الشمال طالما هذا ضوء أخضر أوتوماتيكي إسرائيل ستقول الأمريكيين إما توقفون حرب الشمال أو نوقفها نحن ولذلك أنا أقول أنه ربط الشمال بغزة هذا يعطي إسرائيل ضوء أخضر كامل من الأمريكيين للتصرف في الشمال مدأس ألك أدا عن ما يقوله البعض ويطرحه بأنه نتنياهو يراهن إلى حد كبير على عودة ترامب لا ربما يحاول أن يمسك العصب من النصف ولكن لقاءه مع ترامب واستباق ترامب هذا اللقاء بدعوة إسرائيل لإنهاء الحرب بشكل فوري كما قال في غزة وبشكل سريع لاستعادة المحتجزين لماذا حرص ترامب على توجيه هذه الرسالة قبل زيارة أو لقاء نتنياهو؟ يعني بصراحة ترامب غير مفهوم لأنه هو يصدر تصريحات غالبا ما تكون متناقبة يعني أعتقد حتى بالنسبة للحلفاء لا يفهمون عليه لأنه هو في المناظرة الرئاسية مع جو بايدن عندما قال جو بايدن أنه أنا قدمت اقتراح وقف إطلاق نار ووافقت عليه كل الأطراف في استثناء حماس رد عليه ترامب بالقول وأنت لماذا تريد أن توقف إسرائيل عن حرب تركها يعني تكمل الحرب وتكمل عملية القضاء على حماس فهذا كان يشي بأنه ترامب يعطي أكثر من ضوء أخضر لإسرائيل في هذه الحرب أنه يطلق يديها بالكامل صح الحواء قال لاتهم فنش دي جوب يعني أنه أن ينهي المهمة ومن ثم نسمع هذا التصريح غريب بالضبط وهذا ما يشي بأنه ربما يعتقد ترامب طبعا نحن يعني على بعد شهرين أو أكثر من الانتخابات في نوفمبر ربما يعتقد ترامب أنه هناك شريحة من الإسرائيليين أو من اليهود الأمريكيين ممن يؤيدون هذه الفكرة أنه موضوع الإفراج عن الرهائن هو أهم من موضوع القضاء على حماس قد يكون ذلك طبعا لا ننسى أن هناك نوع من الثقر بين ترامب ونتنياهو لأن ترامب عاتب نتنياهو أنه هاتف بايدن وهناه بالفوز بالانتخابات فهناك نوع من الحقد الشخصي لدى ترامب ولكن أنا أستبعد أن يقمل هذا الحقد الشخصي معروف أنه ترامب يتجاوز هذه الأمور حتى بالنسبة لمن جيدي فانس على سبيل المثال المرشح لمصر نائب الرئيس مع ترامب سبق أن هاجم ترامب وصفه أنه نازي وهتر وما أين هناك فأحيانا يتغاضى ترامب عن هذا الموضوع لكن لماذا يعاكس الآن ويأخذ سياسة مخالفة للسياسة التي يتبنىها نتنياهو لا أجد تفسير غير الموضوع يراعي أصوات العرب في ميشيغن على سبيل المثال والجالية المسلمة كذلك ولا ننسى أيضا أنه قام بنشر رسالة التي وجهها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أيضا وكان يتحدث عن وعده بإحلال السلام كذلك قبل أن يصل نتنياهو إلى واشنطن طبعا هذه الرسالة أعتقد أنه أسعدته لترامب لأنه كان هناك تمني بالشفاء من قبل رئيس عباس وما شابه ولكن أنا لا أعتقد أنه ترامب في الوقت الحالي لديه رؤية متكاملة لموضوع غزة أو لموضوع الوضع على الحدود بين حزب الله وإسرائيل كما تحدثنا عدد النقاط التي سيتم تناولها من بينها إيران لم نتحدث وإياك عن هذه المسألة وخاصة بعد حالة التجيش التي تابعناها في الكونغرس بالأمس وما كان لربما يصفه نتنياهو بمحور إيران وضرورة التصدي لوكلاء إيران في المنطقة والدعوة كذلك لدعم إسرائيل لمواجهتها وما تحمله أيضا هذه الرسائل بالنسبة للشرق الأوسط طبعا إيران هي اللاعب الدائم بالنسبة لإسرائيل وفي الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة لا يبدو الخطر الإيراني داهما بما هو عليه في الشرق الأوسط يعني إن كان لحيث الميليشيات أو الحروب التي تنخرطها باستثناء طبعا هناك الموضوع الحوثي لأنه الموضوع الحوثي يؤثر على الملاحة العالمية ماذا عن النووي؟ يعني أنتني بلينكين منذ بضعة أيام تحدث أن إيران بعد أسبوع أو أسبوعين ستحصل على قنبلة نووية؟ أو سيلة لا أعتقد أنه قال قنبلة هو قال أنه سيكون لديها يورانيوم مخصب مخصب كاف ذهاب باتجاه قنبلة طبعا منذ تلك النقطة وحتى القنبلة أعتقد هي بحاجة إلى بضعة أشهر وتجارب وما شابه ولكن لا شك أنه إيران تتجه في هذا الاتجاه وكان هناك تغيير حتى في النبرة الإيرانية لأنه في الماضي كان يقول المرشد والقيادة الإيرانية تقول أنه نحن لدينا فتوى ضد النووي بشكل مطلق قبل أشهر كانوا يقولون نحن نبحث في تعديل العقيدة النووية لإيران إذن هناك حتى النبرة الإيرانية تختلف طبعا هناك اعتقاد أيضا لدى بعض الأمريكيين ليس من الجمهوريين حتما ولكن بين الديمقراطيين أنه هذا الرئيس الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات بإيران هذا كان إشارة من خامنئي والإيرانيين أنهم مستعدون للحوار أو للتوصل لتسوية مع الأمريكيين طبعا إن جاء التمب لا أعتقد أن هذا الموضوع يؤثر ولكن في حال وصول هارس باعتقاد أن هذا سيكون العنوان العريض لدى الحزب الديمقراطي أنه طيب انظروا طالما أنه لدينا شريك معتدل في طهران تعالوا نتفاوض مع الإيراني بس سيدة حسيني هل يمكن فعليا التعويل على شخص الرئيس ونحن نعرف بشكل جالي بأن من يتخذ القرار ليس الرئيس وإنما خامنئي وهذه عقيدة أوباما على أي حال فيما يتعلق بالتفاوض مع إيران التي لم ننجح جو بايدن ولا إدارته في استكمال هذه العقيدة هل تنجح هارس؟ حتما يعني أنا أوافقك الرأي تماما أنه القرار هو دائما بأيدي خامنئي بغض النظر عن اسم الرئيس وحزب الرئيس في إيران الديمقراطيون ينفردون بين الأمريكيين بفكرة ومقولة أنه إن ورنة يمكن تعزيز وضع الإصلاحيين في وجه خامنئي والمحافظين ووقت ذاك تتحسن الأوضاع طبعا ضعف هذه المقولة أنه قام أوباما بتجريبها ولم تصل إلى النتائج المرجوة ولذلك رأينا أنه حتى في الأربع سنوات التي كان فيها بايدن في البيت الأبيض لم ينجح في التوصل إلى حتى ما يجب الاتفاق لأنه جايك سوليفن ذهب إلى عمان وفوض الإيران وقال لهم تعالوا نعود إلى الاتفاقية المؤقتة التي سبقت الاتفاقية النووية مع إيران حتى هذه الاتفاقية المصغرة لم توافق عليها إيران فباعتقادي أنه الفشل الذي تراكم بإدارة الديمقراطيين سيجعل أصعب حتى لو كانت هارس هي التي ستعود أو هي التي ستنتخب إلى الرئاسة سيجعل التوصل إلى حلول مع إيران أصعب وخصوصا أنه فيليب جوردن يعني هو مستشار الأمن القومي لهارس إن أصبح هو وزيرا للخارجية أعتقد أنه سيندفع الديمقراطيون بشكل أكبر نحو تسوية مع إيران ولا أعتقد أنه هذه التسوية ستحصل تمام أشكر ضيفي جزيل الشكر كان معنا من واشنطن السيد حسين على هذه عبدالحسين على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك